السلام عليكم ورحمة الله يا ركاتو عبد الرحمن معاكو اليوم معانا Gears of War Ultimate Edition على الاكس بوكس سيريس اكس نتكلم عن اداء اللعبة على الاكس بوكس سيريس اكس هنتكلم عن رأيي في اللعبة ولا بنصحك تلعبها ولا لا مبدئين كده يا جماعة عايز اقول بعض الحاجات الكتير اول حاجة ان اللعبة على الجيم باس اللعبة على الجيم باس ده مبدئيا كده واللعبة الالتمت اديشن دي هي عبارة عن ريماستر او نسخة محسنة من جيرز وفور الجزء الاول فنقطة مهمة عايز انبه عليها يا جماعة ان انت لما تخش على الجيم باس الجيم باس بيبقى حاططلك كل الالعاب النسخ القديمة والجديدة فانت اول ما تخش على الجيم باس كده هتلاقي جيرز وفور وان جزء الاول اياك تحمل الجزء الاول ده ليه لان ده نسخة الاكس بوكس تلتمية وستين نسخة القديمة جدا جدا سيئة حمل بقى ايه لو عايز تبدأ بقى في سلسلة جيرز وفور حمل جيرز وفور ultimate edition دي النسخة المحسنة من جيرز وفور الجزء الاول فالنسخة بقى دي نتكلم عن اداها على الاكس بوكس سري سيكس هي اللعبة بكل اختصار يا جماعة الف تمانين لكن الحاجة الجميلة هي ان اللعبة ستين اف بي اس فاللعبة نعمة معاك جدا جدا يعني وبرضو اللعبة الاتش دي قر فيها جميل جدا جدا فالأداء وانا بحاس ان اللعبة وانا بالعبها مش الف تمانين احنا نخش مع بعض الوقتي نشوف اللعبة هوريكم اللعبة عاملة زي اللعبة جميلة جدا جدا يعني رغم ان جود الصورة مش فور كيان بس ده اداء اللعب على الاكس بوكس سري سيكس باختصار نتكلم بقى عن شوية حاجات هنا كده في القيمة عايز اوريكم ازاي ان بكل اختصار ابداعوا ابداعوا بصراحة في اللعبة دي اللعبة ما تعوب عليها جدا جدا اللعبة ممكن اقول لكم ان هي من افضل العاب اللي انا لعبتها على الجيم باس يا جماعة شوفوا يعني الموضوع وصل ليه ليه بقى من افضل اللعب اللي انا بتاع الجيم باس عندنا هنا سينجل بلاير ده اللي هو القصة القصة لكن هو كتب لك تحت play campaign on your own ان هو انت بتلعب القصة لوحدك فيه بقى الحاجة التانية اللي بتخليني اعشاء اللعبة وبتخلي وهتخليك انت تعشاء اللعبة لو عندك مثلا صحابك او اخواتك في البيت او كده ليه ال split screen انت ممكن تلعب القصة والشاشة تتقسم يعني الحركة دي احنا مش بنلاقيها في العاب كتير يا جماعة خالص اليومين دول وحركة جميلة جدا جدا ان الشاشة بتتقسم كده وبتلعب مع بعض انا جربت الموضوع ده وايوة الشاشة الاصلية لما بتكون بتلعب لوحدك بتكون افضل شوية لان انت عارف الشاشة لما بتتقسم نصين كده الموضوع بيكون محير شوية يعني لكن حاجة خرافية ان الشاشة بتقسم نصين ممكن تلعب بقى مع اخوك مع ابوك مع صاحبك ممكن تلعب مع بعض اللعبة وتخلصوها مع بعض فحاجة خرافية طب افرد انت عندك واحد صاحبك لكن مش قريب منك مثلا بعيد عنك في جوين كوب جاي لو انت ممكن تلعب مع صاحبك لكن تلعب القصة يعني مع صاحبك لكن الشاشة مش تتقسم بقى هتلعبوا مع بعض يعني كأنكم تلعبوا اونلاين لكن هتلعبوا قصة مع بعض فحاجة خرافية بصراحة ونرجع وراءة كده وعندنا هنا بقى المالتيبليير ده بقى المالتيبليير يا جماعة لو انت بتلعبوا بقى ما جربتش لسه لحد دلوقتي المالتيبليير لان انا مش باهتم بالمالتيبليير اوي او الانلاين اوي يعني بلعب بس القصة فنتكلم بقى عن نخش بقى كده يا جماعة نكمل اللعبة شوية نتكلم بقى عن القصة نفسها واللعبة نفسها كمان مبدئيا كده اللعبة وانت بتلعبها يعني قليل لما بنلاقي العاب بنفس الفكرة بتاعت اللعبة دي يعني بصوا احنا معانا ماركس اهو ومعانا اصحابه بصوا العضلات عاملة ازاي بصوا الاصوات اللي هو الصوت كده قوي شوية الصوت الزكوري شوية لان انتو زي ما انتو عارفين في حملات نسوية بنلاقيها وفي اجندة نسوية بنلاقيها في العلعاب لازم كل لعبة تلاقي فيها بنت لازم او مثلا بتلاقي البطلة بنت او حاجات كتيرة زي كده دلوقتي مش بتلاقي او الراجل بيكون جوه اللعبة بتلاقيه اه ناعم كده مش بتلاقيه راجل مش بتلاقيه دكر كده وراجل يعني زي ما انتو شايفين بصوا عشان كده دي لعبة قديمة ما كانش فيها اي اجندة او كده يعني لسه ملاكتش الاجزاء التانية لكن دي حاجة انا حبيتها في اللعبة معاك التلاتة صحابك دول بقى بتلاقيه اللعبة مع بعض ده ماركس ده البطل بتاع اللعبة وانتو بقى بتخش بقى العالم ده اللي هو مليان وحوش طبعا انت بتشتغل عند منظمة كده بتلاقي فيه واحدة دايما بتتكلم معاك وكده وبتقول لك هتعمله ايه وانت القائد بقى انت ممكن تقول لهم ري جروب تعالوا ممكن بتقول لهم درابو نار او وقفو نار سي سفار انت بتتحكم فيهم برحتك خالص يعني واو ما بيموت ممكن بقى بتصحيق او كده يعني ممكن اقول لكم دلوقتي لو فيه قتال معرفش فيه قتال قريب ولا لكن لما الشاشة بتتقسم بقى الموضوع بيبقى برضو جميل جدا انا جربت الموضوع يا جماعة كان لا يوصف بصراحة اوه ادخلنا كده في القتال بقى ادخلنا في القتال اوه فالقصة يعني بتشدك جمد قوي يعني القصة نفسها ممكن قولنا هي مش افضل قصة في الالعاب لكن الحاجة الحلوة هنا هي الروح الروح اللي بين الفريق الروح اللي بين الفريق جميلة جدا جدا دمهم خفيف كيوم دايما كان عمليين يشتموا في بعض اه بتلاقيهم بيتخنقوا مع بعض واللعبة برضو حابب اقول لكم ان هي فيها رغم ان هي اصلا مش لعبة رعب يعني رسميا كده لكن اللعبة فيها بعض المشاهد اللي في اللعبة بتكون مرعبة شوية او بعض المراحل اللي بتكون مرعبة شوية فحاجة جميلة جدا جدا يعني وزي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم اللعبة 1080 مش 4K لكن مش عارب في حاجة غريبة كده ما خلياني شايف اللعبة يعني بجودة جميلة جدا جدا يعني اللعبة بصراحة شكلها على الاكس بوكس سيرياس اكس جميلة جدا جدا ما عرفش الـ 60FPS هي السبب اللي ما خلياني شايفها جميلة كده ولا ايه بالضبط لكن اللعبة بصراحة جميلة جدا جدا يعني بس فعايز اقول لكم القتال كده عايزين نمشي شوية انا معرفش المفروض نروح فين اصلا اه المفروض ان انا بدور على محطة معينة كده في محطة المفروض بدور عليها احنا روح من المنطقة دي ما لقيناش حد نلعب بقى شوية كده ماشي اهو قديني بقول لهم مسلا تعالوا نتجمع يا جماعة اهو اهو هم اصلا هنا زي ما انتم شايفين فيه بقى انواع من الاعداء يعني متعددة يعني فيه الصفر دول اللي انت بتقابلهم قدام في اللعبة شوية مش بتقابلهم في الاول يول وفيه عندنا بقى اللي هم الوحوش اللي هم شبه للزومبي كده عاملين زي الزومبي شوية اهو بس هو قال لهم يا جماعة استنوا هنا اه حروصوا يعني المكان وكده كل عدة بتقريبا فيه واحد هيجي معايا اهو اهو زي ما انتم شايفين احنا كده تحت الارض يا جماعة فبتحس كده لو انت بتلعب اللعبة بالسماعة بصوت عالي بتحس ببعض الرعب يعني اهو 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 انا منتزحلق يا جماعة عجبني قوي صوت المؤدي بتاع الشخصية بتاعتي صوته تخين كده وغليز كده بحس ان هو وحش اهو ايوا هم دول بقى التانين الاعداد التانين اللي انا بقول لكم عليهم يا جماعة يوم شبه الزومبي شوية ده اه فالقتال في اللعبة بقى يعني ممتع جدا جدا يعني انت بيكون عندك اه اسلحة متعددة يعني احنا عندنا السلاح ده وعندنا اه عندنا بندقية بقى وعندنا اسلحة متعددة تاني يعني فدي حاجة جميلة التنويع في الاسلحة وعندنا ممكن السلاح ده نستخدمه يعني كمنشار بعد كي انت بتنشر به بقى الناس عايزة تشوف لي واحد كده هنشره قدامك يا جماعة هنشره تكسر الباب معلم اكسر بسه عندنا دي الزخيرة يا جماعة فاللعبة يعني فيها جو جميل كده يعني رغم ان هي مش اقول ان هي افضل قصة في الالعاب وكده لكن زي ما قلت قبل كده ايوة زي ما قلت قبل كده الجو بتاع الفريق حلو قوي يعني وكمان لو بتلعبها مع حد والشاشة بتتقسم اللعبة بتكون اجمل واجمل يعني اكيد انا مش عارف هو لما بيجي يجري ليه بيارفز كده ليه بينزل كده يعني دي حاجة مش عاجباني في اللعب الحاجات السلبية اللي ممكن اقول عليها السلبية في اللعب الجاري في اللعب اهو عايزة انشره كده تعالوا وانشره لنا واحد كده يا جماعة اصبروا ايه جماعة اصبروا انا هموت احنا قلت لهم كلهم ونسيب واحد تعال تعال بقى هنشرك هنشرك يا عم استنى اهو اوعى وشك مش عارب بحس بحس وانا بلعب اللعبة دي يا جماعة زي يدوم كده بحس كده ان انا اشرب بريل استرجل بحس ان ده بتطولك ترجع اللعبة بتديك دفعة كده وبتديك حماس يعني حاجة بحبها في اللعبة يعني بتفكرني بدوم نفس الفكرة اللي هي بتاعة العنف والدموية والرجولة فهمين يا جماعة اللعبة اللعبة هي فهم بقى انا بقصد ايه يعني بس قولي يعني لما بنشوف العاب زي ما قلت كده زي كده نفس الفكرة بتاعتها دلوقتي دعب قولي للوقتي يا ساتر يا رب المعلم جي بتاعهم بقى ده المعلم تقريبا ده معايا ارب جيه تعالي نستخبه بقى كده يا جبان تعالي يا جبان واقف مكانه عملي يضرب بالارب جيه الجبان مش عارف ينشن كمان تصويت ما عفد بس قال لك ان هو وحش جدا ان هو عايش يعني بس فكده يا جماعة وصلنا لهاية المقطع مليون في المية لو عندك الجيم باس الجيم باس يا جماعة ده كنز زي ما بيقولك كده القناعة كنز لا يفنى انا بقول برضو ممكن اضيف الجيم باس كنز لا يفنى فلو عندك الجيم باس لازم مليون في المية تحمل بقى وعايز تخش بقى في سلسل الجير زفور اول حاجة لازم تعملها تحمل جير زفور وتبدأ بقى في القصة الجميلة جدا جدا لو عندك صاحبك او حد من اهلك تلعب معا اللعبة ممكن تلعب معا اللعبة دخلنا كده في مشهد الله ان هي جميلة وانا بنهي المقطع كده واعنى في حفرة بس فمليون في المية بنصحك انك تحمل اللعبة يعني نشوف كده المشهد ده في حاجة تاني بس اشوفكم على خير يا جماعة ان شاء الله اكمل هنا بقى اشرب بريل استرجل اشرب بريل كده القصة الجميلة دي كمل لانا اللعبة يا جماعة واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته